تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في عدد من المباني السكنية والمحل التجارية بمنطقة سوق المنامة القديم حيث انتقل إلى الموقع سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لإدارة الطوارئ المدنية لمتابعة عمليات مكافحة وإخماد الحريق وإنقاذ الأشخاص المحشورين والمصابين وأشار سعادة رئيس الأمن العام إلى أن فرق وآليات الدفاع المدني انتقلت إلى موقع الحريق في غضون خمس دقائق من تلقي البلاغ في تمام الساعة الرابعة واثنتين وعشرين دقيقة مساء حيث بشرت على الفور عمليات الإنقاذ وإخماد الحريق والسيطرة عليه والحيلولة دون انتشاره بقيادة مدير عام الدفاع المدني منوها إلى أن أعمال البحث والتحري جارية لمعرفة سبب اندلاع الحريق وأكد سعادة رئيس الأمن العام أنه يتم حاليا إجراء عمليات التبريد منعا لمعاودة اندلاع الحريق حيث تعرضا تسعة أشخاص لإصابات وحالات اختناق دون وقوع وفايات وحالتهم الآن مستقرة بعد أن قام الإسعاف الوطني بتقديم الإسعافات الأولية لعدد منهم في الموقع ونقل آخرين إلى المستشفى لتلقي العلاج فورة تلقي بلاغ في وجود حريق في منطقات السوق المستشفى لتلقي العلاج تم تواجد آليات سرعة القصوى تم تلقي بلاغ في الساعة الرابعة و22 دقيقة في خلال 5 دقائق وصلنا إلى الموقع وحاليا نقوم بعملية تبريد للمكان في فور وصول الفرق إلى الموقع تم توزيعها إلى ثلاث فرق فرق مكافحة وفرق للتبريد على الحريق وفرق للمسح المبنى لإنقاذ الأرواح الأشخاص الموجودين في الموقع تم السيطرة على الحريق بالكامل حاليا وهناك حاليا عملية تبريد ومكافحة وبعد ذلك سنقوم بعملية مسح كامل شامل إذا تواجد أي فرد موجود داخل المبنى ترجمة نانسي قنقر